عبر سكايب معنا صالح الزهراني حياك الله أقول لك أنت تركت الوظيفة وبعدين تركت دراسة بالخارج وهذا حلم لبعظم الشباب صرت بعدها يوتيوبر في مجال الألعاب الإلكترونية ما هذه النقاط الخرافية في حياتك؟ وهل قراراتك؟ أهلين سراء أهلين سراء أهلين يعطيك أهلين شكراً للاستضافة صراعاً نقاط التحول هذه نقاط مخيفة لو يشوفونها بعض الناس من وجهة نظر أن عندك وظيفة عندك شيء مضمون لماذا تترك الشيء هذا وتطلع تدرس بره؟ ولماذا تترك دراستك أساساً وترجع للسعودية بدون أي شيء؟ طبعاً تركت الوظيفة بحلم أني أكمل دراستي بره أو أكمل تخصص ومدري إيش ما تيسرت الأمور بره ما تيسرت البعثة معي فاضطريت أرجع وكنت مرن أدمان ومتحطم من هذه الأشياء لكن الحمد لله أنا كان عندي قناتي على اليوتيوب فاتحها من تاريخ من 2011 من زمان لكن لم أستمرت عليها هذه مشكلتي لكن بعد رجعتي من أمريكا ما كان عندي أي شيء يسويه حاولت أرجع للوظيفة حاولت أدور وظائف ثانية توظفت أربع وظائف واستقلت منها كلها صراحة ما أرتحت الراتب كان ما يساعد فرجعت لي اليوتيوب كان في تشجيع من أخواني وكذا أني أرجع اليوتيوب ويوتيوب مجال مفتوح للكل وتقدر تشارك تقدر تجرب فالحمد لله رجعت لي اليوتيوب والله منك الحمد وصلت لي الي أنا وصلت عليه يعني يوكل عيش؟ والله شوفي يعني يوكل عيش لفترة محدودة يعني لا يستطيع يعيش طول حياته على اليوتيوب لأنه ممكن الناس تبدأ تملم من اللي تقدم أنت فالواحد لازم يقول يطور من المحتوى حقه يطور من الأشياء اللي قاعد يقدمها طيب أنا لاحظت أنه هذا المجال محصور على سن معين الشباب معظمهم بالعشرينات يعني حنة يعني لا يرح موخك لبعيد بس هو فروض أن يكون محصور في هذه السنوات لا هو فروض هو ما أتوقع أنه مفروض في الفترة الأخيرة لو تلاحظين كان أو طالعين بنات كثير قاعدين يدخلون عالم اليوتيوب يدخلون عالم تويتش فأحس بدأ يصير فيه ثنافة صراحة بيننا كأننا ماسكين الشغلة قبل حالنا فمحصت أنه محصور كبار في السن؟ كبار في السن؟ لا أتوقع كبار في السن؟ لا البنات بنفس العمر لكن كبار في السن يعني قصدك بعد الأربعين؟ لا أتوقع بعد الأربعين يلعب بالأربعين لا أتوقع أحس أنه لا أتناسبهم الجمهور لا يتقبلهم هذه وجهة نظري لاحظت أنك تمارس البث المباشر أثناء الألعاب أنك تلعب الألعاب الإلكترونية هل هو مفروض أم هو هياط لكي تبينوا مهاراتكم على اليوتيوب؟ أعجبتني كلمة هياط لا، ليس بشي ملزومين سوي بس أنه حلو أنا نزل مقاطع على اليوتيوب بشكل يومي أنا اللي أحتاجه من الجمهور اللي تابعني ردة فعل انطباعهم تعليقهم يعني تقييمهم للمقطع حقي بس الشغلة هذه تأخذ وقت يعني ما فيه زي ما يقولون تفاعل بيني بين جمهوري البث المباشر راح يعطيني الفرصة هذه يعني أنا قاعد أسوي بث مباشر الحين في الشات عندي الناس يعلقون لا، سووا كذا أنصح تسوي الشغلة هذه أفضل حتى إذا لعبت ألعاب الغاز مثلاً ما عرفت على مكان أو شيء الناس تساعدني فأحس فيه تفاعل بيني أنا كشخص ستريمر أو شخص يقدم محتوى على المباشر وفيه ناس تعطيني تفاعلهم معي أحس فيه انتراكشنز بيننا فيه تفاعل أكثر وأحس أننا قريبين أكثر من بعض طب نشوف الحين مقاطعة وأنت قاعد تلعب بنفس الوقت بسألك الأسئلة الثانية عندي سؤال أقول لك أنت من هواياتك السفر ما شاء الله هل هو من الأشياء التي طورتها بنفسك أنه لا تريد أن تجلس في محتوى معين فقلت خليني أروح عالم السفر والاستكشاف وثقافات أخرى نعم أو لا هو في البداية لا أستطيع أن أقول نعم أو لا لابد أن أشرح لك أتفلسل قليلاً هو في البداية ليس من فجأة بدأت أسافر لا وطبعا الشركات التي نتعامل معهم كألعاب وكذا دائما يكون هناك إفنت لعبة جديدة ستنزل إطلاق جديد اللعبة معينة سيكون هناك دول معينة ومدن محددة فهذا الذي خلاني أحب السفر لأنني أذهب إلى دول لا تخيلت أنني سأذهب إلى دولة اسمها تشيك جمهورية تشيك لا أكن تعرف أن هناك دولة اسمها إلى الأمانة مرة 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 رهيبة هذه الدولة في مدينة أتوقع العاصمة أسمها براغ شيء مرة رهيب هي طبعا أوروبية الآن نرى مشاهد وأنت كانت تلعب وهي مشاهد قديمة طبعا ولكن نرى أعطينا أي فكرة عن هذه اللعبة دقيقة أنا لا أرى أنتم مشغلين لا مشكلة أكيد أنت في جزيرة وستحاول أن تحاول أنت تحاول لعبة رافت هذه اللعبة من أكثر الألعاب مشاهدة عندي والجمهور يتعلق باللعبة هذه أكثر بشكل عام القناة حقتي أو المحتوى الذي أقدم أنا في قناتي محتوى شوي هادي يعني ما في تنافس ما في أنا أفوز أنت تنهزم ما أنافس ثانين ما في شيء تطلب مهارة فأنا أميل للمحتوى الهادي أكثر والرواقان محتوى رائع فاللعبة هذه لعبة نجاح يعني أنت بدايتك تكون في قارب صغير وأنت في البحر طبعا تعتبر نهاية عالم ما أدري إيش البحر وفيه طوفان وشيء زي كذا فأنت تعيش في القارب هذا تجمع موارد تحاول تلقى جزر تحاول تلقى ناس إذا هناك ناس يعني ما زالوا عايشين في العالم أو أنت الوحيد تحاول تستكشف تتطور من نفسك تبني مزارع تروح جزر تجيب حيوانات وتجمع موارد في البحر يعني مع نفسك ما فيها تحدي ولا يذهب لا نفسك أنا خلوني الحالي يعيش تجيبوني يتحدى ناس وتصفق وبأنجلس بالصراحتك بالصراحتك والرواقان مأثر عليك مرة الصراحت في جرسيتك ما شاء الله مرة كذا هادي أبغى لعبة ستريت فورور كما قلون أعطني ألف نقطة بها خلاص لا تعطيني تحدي كويس أنك أعرف ما الذي يصلح لك أعطيك ألف عافية صالح مرة أستمتعت معك صراحة شكرا لك شكرا لك